موسيقى نجتمع لأجلك لأنك المحور ببساطة لأنك الحياة صحتك ليست صحة فرد بل هي صمام أمان للعائلة بهذه الكلمات افتتحت كلية الصيدلة ندوتها العلمية التوعوية التطوعية حول سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه والكشف المبكر عنه شرح مخاطر هذا المرض وكذلك فوائد الكشف المبكر عنه كون لسبة الشفاسة تكون عالية جداً أكثر من 95% في حالة الكشف المبكر عن هذا المرض يتضمن نشاطنا لهذا اليوم محاضرة توعوية تلقى من قبل مسؤول عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مدينة الإمامين الكاظمين عليهم السلام الطبية وبعد ذلك معرض فني يتضمن أعمال طلبتنا بإشراف أساتذتهم بوسترات توعوية وكذلك أعمال يدوية ولوحات فنية وبعد ذلك جولة في الكلية لتوعية الموظفات وكذلك في كليات مجمع باب المعظم طلاب سواء بوسترات وسواء ندوة يحتلون على أهمية التوعية أنه في الكشف المبكر وأنه الفحص كلما لقيته أعراض أو شيء أو أي آثار شيء فلازم الواحد أنه يروح يفحص هذا المعرض كله وكل الفعالية التي نسويها اليوم هو تخص شهر التوعية بمرض سرطان الثدي وأيضا الفحص المبكر بالإضافة إلى ندوة طبعا بوجود دكاترة من الحضور وأيضا من التدريسيين ودكاترة الفحص اليوم هذه الفعاليات التي نسويها كلها على مد نحث وندعم وندكر المرأة بالفحص المبكر لسرطان الثدي كون نسبة شفاءه إذا هو اكتشف مبكرا 99% تضمنت الندوة حضور اللجنة الساندة للعمل التطوعي لطلاب كلية الصيدلة إذ قدمت طلبته معرضا فنيا خاصا بالطلب المبدعين كذلك أقام الطلاب بزارا من أجل التبرع بعائداته إلى معالجة مرضى سرطان الثدي